المسلم محاسب على وقته يتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسعى خمس ومنها وقته فيما أنضاه شين عمل فيه فأنت لما تقف أمام الله بيسرك يقول لك الوقت يعطيت لك عمرك فيك عندك عافية وعندك صحة ورزق ورزقتك وعطيتك المنصب ولا يعطيتك الوظيفة ولا علمتك القرآن ولا جعلتك في بيت مسلم يعني أكرمتك بالإسلام شو نعملت في هذا الوقت بما لا تجيب الله سبحانه وتعالى تقول لها قاعدة نقعمة نسبح الناس يلعبوه هذا موجه جواب تستحي منه أنت نفسك تتحش منه إن كان عرضاً هيك حاجة أسمعه حاجة أتحلق هذا لا يضرق لكن تكون يعني هذي مسؤولة هواية لي وطل الوقت مد وجه ويسمعوا في الألعاب ويكذا هذا مضيع الوقت بلش المسلمين يعني يشغى الناس بهذه المسائل التي تقضي على وقته تقضي على دراسته وتقضي على تفوقه وتقضي على يعني عبادته وعلى حفظه القرآن إذا أريد أن يحفظه القرآن تقضي على كل الأشياء الجادة إذا كان يريد المعالي ويريد أن يكون له مكان ومركز وكذا وكان يطلعه هو لعيبه بتعلم لنعيبة ذي كمسرة أخرى ترجمة نانسي قنقر